بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم طلابنا الأعزاء في درس جديد من دروس مادة الفيزياء للصف الثاني عشر عنوان درسنا لهذا اليوم ضغط الغاز وحجمه الجزء الثاني أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على أن يعطي تفسيراً لبعض الظواهر اليومية بناء على العلاقة بين ضغط الغاز وحجمه عند ثبوت درجة الحرارة بدقة يستخدم العلاقة البيانية بين ضغط الغاز وحجمه عند ثبوت درجة الحرارة في حل أسئلة متنوعة يطبق العلاقة الرياضية لقانون بويل في حل أسئلة متنوعة بشكل صحيح تمهيد تذكر عزيزي الطالب أن قانون بويل ينص على أن ضغط كمية معينة من الغاز يتناسب عكسياً مع حجمه عند ثبوت درجة حرارته أي أن P تتناسب عكسياً مع V يمكن تمثيل العلاقة البيانية بين ضغط الغاز وحجمه على الصورة الموضحة أمامك لاحظ أن العلاقة عكسية فكلما ازداد الحجم ينقص معها ويقل الضغط تدريجياً وهذا يعني أن حاصل ضرب ضغط الغاز في حجمه سيعطينا دائماً مقداراً ثابتاً في أي لحظة شريطة أن تكون درجة الحرارة ثابتة إذا كان لدينا غاز حجمه V1 وضغطه P1 ومن ثم تغير حجمه إلى V2 وبالتالي ضغطه إلى P2 عند ثبوت درجة الحرارة فإن P1 V1 equal P2 V2 حيث P1 هي الضغط الابتدائي V1 هي الحجم الابتدائي P2 هي الضغط النهائي و V2 هي الحجم النهائي لاحظ عزيزي الطالب أن وحدتي الضغط هما الباسكال أما وحدتي الحجم حسب النظام الدولي هي المتر المكعب هذا هو قانون بويل بصورته الرياضية يمكن إعادة ترتيب الحدود لنحصل على الصورة التالية P1 over P2 equal V2 over V1 وهذه صورة أخرى يصلح استخدامها في حل الأسئلة الرياضية تذكر عزيزي الطالب أن القيم المستخدم للضغط في قوانين الغازات ومنها قانون بويل هي القيم المطلقة كذلك للتحويل بين وحدات القياس المختلفة للضغط فإننا نكتب 1ATM واحد ضغط جوي سيساوي 1.013 x 10 to the power 5 newton per meter square حيث newton per meter square هي نفسها الباسكال وهذا تقريبا سيساوي 101.3 كيلو باسكال لاحظ عزيزي الطالب أن هذه القيمة ستساوي تقريبا 100 كيلو باسكال والتي ستساوي 100 ألف باسكال لذا في التحويل ستلاحظ عزيزي الطالب أنك قد تلجأ إلى تحويل الـ 1ATM إلى 100 ألف باسكال تقريبا نأتي الآن عزيزي الطالب إلى حل أسئلة وتدريبات على قانون بويل وهو الهدف الرئيسي في هذا الدرس سؤال بالون مملوء بالهواء وضع تحت سطح الماء إذا تم زيادة عمق البالون تدريجيا في الماء أي من العبارات التالية يصف ما سيحدث للبالون؟ أولا يزداد حجمه بسبب نقصان الضغط مع زيادة العمق ثانيا يقل حجمه بسبب نقصان الضغط مع زيادة العمق ثالثا يزداد حجمه بسبب زيادة الضغط مع زيادة العمق وأخيرا يقل حجمه بسبب زيادة الضغط مع زيادة العمق فكر معي عزيزي الطالب ماذا سيحدث للبالون عند إنزاله تحت سطح الماء؟ إن الإجابة الصحيحة هي D حيث يقل حجم البالون بسبب زيادة الضغط مع زيادة العمق حيث إن إنزال البالون تحت سطح الماء سيؤدي إلى ارتفاع الضغط وازدياده مما يؤدي إلى نقصان الحجم أي إن الإجابة الصحيحة هي الأخيرة كما توقعنا سؤال أذكر السبب العلمي لانكماش قارورة ماء فارغة تحتوي هواء فقط عند إنزالها إلى عمق كبير تحت سطح الماء لاحظ معي عزيزي الطالب هذه قارورة ماء فارغة تم إنزالها إلى عمق كبير تحت سطح الماء فحدث لها هذا الانكماش وتغير شكلها إذا تذكرت معي عزيزي الطالب في السؤال السابق ماذا حدث للبالون عند إنزاله إلى عمق كبير؟ فإنك سوف تتوقع إجابة هذا السؤال أحسنت عزيزي الطالب إن الإجابة هي لأنه بالنزول تحت سطح الماء على عمق كبير وبفرض ثبوت درجة الحرارة تقريبا يزداد الضغط المؤثر على القارورة والهواء بداخلها مما يؤدي إلى نقصان الحجم حسب قانون بويل وبالتالي تنكمش القارورة سؤال عند زيادة حجم عينة من غاز إلى الضعف في درجة الحرارة نفسها ما التغير الذي يحدث في الضغط؟ يقل إلى الربع؟ يقل إلى النصف؟ يزداد إلى الضعف؟ أم يزداد إلى أربعة أضعاف؟ فكر معي عزيزي الطالب عن العلاقة بين ضغط الغاز وحجمه إن العلاقة بين ضغط الغاز وحجمه هي علاقة عكسية لذا عند زيادة حجم عينة من الغاز إلى الضعف فإن لا بد للضغط أن يقل إلى النصف وهذا ما توصلنا إليه فعليا من خلال هذه العلاقة ولكن حتى نتأكد ونكون أكثر تفصيلا دعنا نطبق قانون بويل ونرى النتيجة التي توقعناها P1 over P2 تساوي V2 over V1 هذه الصورة الثانية لقانون بويل وبالتعويض مكان V2 ب2V حيث أن الحجم أصبح ضعف الحجم الابتدائي وباختصار V مع V نستنتج أن P2 ستساوي نصف P1 وهو ما توقعناه أي أن الإجابة الصحيحة هي B سؤال بالنسبة لأسطوانة تحتوي غازا ضغطه 4ATM إذا كانت مساحة قاعدة الإسطوانة A وتحتوي مكبسا على ارتفاع يساوي H وسحب المكبس ليصبح على ارتفاع يساوي 2H ما هو الضغط الجديد للغاز بفرض ثبات درجة الحرارة؟ أولا سنقوم بتحديد المعطيات في هذا السؤال P1 هي الضغط الابتدائي و P2 هو المطلوب في السؤال لاحظ عزيز الطالب أن مساحة القاعدة عبارة عن مساحة دائرية الشكل ستكون قيمتها A ثابتة لم تتغير وإنما الذي تغير هو ارتفاع المكبس فكان الارتفاع الابتدائي هو H وأصبح الارتفاع النهائي هو 2H أي أن الأسطوانة قد زاد طولها الآن سوف نطبق قانون بويل P1 times V1 equal P2 times V2 وبالتعويض 4 times A times H equal P2 times A times 2H تذكر معي عزيز الطالب أن حجم الأسطوانة يعطى من خلال العلاقة V equal A times H وبالتالي أن الحجم الابتدائي للأسطوانة هو A times H والحجم النهائي للأسطوانة هو A times 2H وباختصار A من الطرفين وكذلك H من الطرفين ينتج معنا أن 4 equal to P2 وبقسمة الطرفين على اثنان نستنتج أن P2 ستساوي 2ATM أي أن الإجابة الصحيحة هي P2ATM سؤال عينة من غاز النيتروجين حجمها 0.5 لتر وضغطها 2ATM كم يكون ضغطها إذا تمددت وأصبح حجمها 1.5 لتر عند درجة الحرارة نفسها نحدد المعطيات المطلوب V1 هو الحجم الابتدائي P1 هو الضغط الابتدائي المطلوب هو الضغط النهائي إذا أعطيت الحجم النهائي وهو V2 سوف نستخدم قانون بويل P1 V1 equal P2 times V2 وبالتعويض 2 times 0.5 equal P2 times 1.5 لاحظ عزيزي الطالب أن قيم الحجم V1 و V2 كلاهما باللتر لذا لا ضرورة هنا للتحويل إلى النظام الدولي حيث أنهما متماثلتان أو متطابقتان وكذلك عند استخدام الضغط الابتدائي بوحدة الATM سينتج معنا الجواب P2 بوحدة أيضا الATM الآن سوف نكمل الحسابات لنحصل على P2 ستساوي 1 over 1.5 والتي ستساوي 0.67 ATM سؤال عينة من غاز حجمها 300 لتر وضغطها 200 كيلو باسكال إذا تم زيادة الضغط إلى 400 كيلو باسكال عند نفس درجة الحرارة ما هو حجمها الجديد؟ نبدأ بتحديد المعطيات والمطلوب V1 هو الحجم الابتدائي وP1 هو الضغط الابتدائي إن الضغط النهائي هو P2 درجة الحرارة تظل ثابتة والمطلوب هو الحجم الجديد أي V2 لاحظ عزيزي الطالب أن الحالة الأولى لدينا P1 وV1 P1 تساوي 200 كيلو باسكال وP1 تساوي 300 لتر أما في الوضعية الجديدة فP2 تساوي 400 كيلو باسكال تم زيادة الضغط في مسائل الغازات لا بد لك عزيزي الطالب من الانتباه جيدا وتوقع الإجابة فمثلا في هذا السؤال عند ازدياد الضغط فإن الحجم سوف يقل لذا فإن الإجابة المتوقعة يجب أن تكون أقل من 300 لتر لأن الحجم سوف يقل فمن غير المقبول أن تحصل على جواب أكبر من 300 لتر لذا يجب عليك الانتباه جيدا وتخمين أو توقع إجابتك قبل بدء حل السؤال نأتي الآن إلى تطبيق قانون بويل P1 V1 equal P2 V2 وبالتعويض 200 times 300 equal 400 V2 نأتي الآن إلى قسمة المعادلة على 400 200 times 300 over 400 وسوف نحصل على الجواب وهو 150 لتر وهو فعلا كما توقعناه في البداية أي أن الحجم النهائي سيكون أقل من الحجم الابتدائي سؤال يحتوي بالون قابل للتمدد على 30 لتر من الهواء الساخن عند ضغط يساوي 103 كيلو باسكال على ارتفاع معين من سطح البحر إذا ارتفع البالون لأعلى فتغير ضغط الهواء الساخن به إلى 100 كيلو باسكال مع فرض بقاء درجة الحرارة ثابتة كم يصبح الحجم الجديد للغاز داخل البالون نأتي الآن إلى تحديد المعطيات V1 الحجم الابتدائي P1 الضغط الابتدائي وكذلك P2 هو الضغط النهائي والمطلوب الحجم الجديد أي V2 بالتعويض قانوني بويل P1 V1 equal P2 V2 وبالتعويض بالقيم 103 times 30 equal 100 times V2 وبقسمة الطرفين على 100 نستنتج أن V2 ستساوي 103 times 30 over 100 وبإجراء الحسابات نستنتج أن V2 ستساوي 31 لتر أي أن الإجابة الصحيحة هي C سؤال وعاء حجمه 5 لتر يحتوي على غاز ضغطه 1.2 ATM إذا تم زيادة ضغط الغاز بمقدار يساوي 0.3 ATM عند درجة الحرارة نفسها ما التغير الحادث في حجم الغاز؟ أولا سنقوم بتحديد المعطيات وقراءة السؤال جيدا لاحظ معي عزيز الطالب أن V1 هو الحجم الابتدائي ويساوي 5 لتر أما بالنسبة لP1 وتساوي 1.2 ATM إذا تم زيادة ضغط الغاز بمقدار يساوي 0.3 لاحظ معي عزيز الطالب أن 0.3 هنا هي مقدار الزيادة في الضغط وليست الضغط الجديد لذا عند حساب الضغط الجديد سنقوم بإضافة 0.3 إلى الضغط القديم أو إلى P1 لذا سوف تكون P2 هي 1.2 plus 0.3 أي أن الضغط الجديد سيساوي 1.5 ATM أما المطلوب في السؤال فهو دلتا V أي التغير في الحجم سنقوم في البداية بحساب وإيجاد الحجم النهائي V2 بعد ذلك سوف نحسب التغير في الحجم نكتب أولا قانون بويل P1 V1 equal P2 V2 وبالتعويض 1.2 هي الضغط الابتدائي times 5 هي الحجم الابتدائي تساوي 1.5 هي الضغط النهائي بعدما أضفنا له الزيادة في الضغط مضروبا في V2 وهو المطلوب أي الحجم الجديد نقسم الطرفين على 1.5 لنحصل على 1.2 times 5 over 1.5 والتي تساوي 4 letter أي أن الحجم الجديد سيساوي 4 letter نأتي الآن إلى حساب التغير في الحجم إن التغير في الحجم دلتا V سيساوي الحجم النهائي ناقص الحجم الابتدائي أي 4 minus 5 والتي ستساوي minus 1 letter لاحظ عزيز الطالب أن الإشارة السالبة هنا تعني نقصان الحجم سؤال يمثل الشكل البياني المجاور العلاقة بين حجم كمية معينة من غاز وضغطه عند ثبوت درجة حرارته صف كيف يكون شكل العلاقة البيانية بين مقلوب الحجم والضغط وهل تتفق العلاقة البيانية مع قانون بويل أم لا؟ الحل لوصف شكل العلاقة البيانية بين مقلوب الحجم والضغط فإنه لا بد لنا في البداية أن نوجد بعض قيم الضغط والقيم المقابلة لها من الحجم ومن ثم نحسب مقلوب قيم الحجم المقابلة لكل نقطة نبدأ بملء الجدول التالي لاحظ عزيز الطالب أننا قمنا باختيار بعض النقاط سلفا سنقوم باختيار هذه النقاط وحساب مقلوب الحجم لها نبدأ بالنقطة الأولى والتي تكون نصف ATM مع 40 سنتيمتر كيوبك فإن مقلوب الحجم سيساوي عند هذه النقطة 0.025 أما بالنسبة للنقطة الثانية الضغط سيكون 1 أما بالنسبة لقيمة الحجم فتساوي 20 نأخذ الآن مقلوبة 20 لتنتج معنا 0.05 أما بالنسبة للنقطة الثالثة عندما تكون 2 ATM سيكون الحجم 10 سنتيمتر كيوبك فإن مقلوبة 10 هو 0.10 وأخيرا النقطة 4 ATM والتي يقابلها حجم يساوي 5 لذا سوف نأخذ مقلوبة 5 والتي ستساوي 0.20 نأتي الآن عزيزي الطالب إلى تمثيل العلاقة البيانية بين مقلوب الحجم والضغط لاحظ عزيزي الطالب أننا سوف نقوم بالإبقاء على منحنى الضغط محور الضغط كما هو لكن سوف نقوم باستبدال الحجم بمقلوب الحجم لاحظ أننا سوف نحافظ على قيم الضغط نفسها لكن سنقوم بتمثيل القيم المقابلة لها مع مقلوب الحجم لاحظ أن هذه النقاط هي النقاط التي حصلنا عليها وبتوصيلها معا نحصل على المنحنى البياني الموضح أمامك لاحظ عزيزي الطالب أن العلاقة البيانية لا تتعارض مع قانون بويل حيث أنه طبقا للعلاقة بي تتناسب مع ون أوفر في هذا يعني أن الضغط يتناسب عكسيا مع الحجم أو أنه يتناسب طرديا مع مقلوب الحجم وبالتالي الرسم البياني صحيح ويتبع لقانون بويل ولا يتعارض معه انتهى درس اليوم مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح